بدون اي مقدمات هندخل في الموضوع مباشرة ايه هي اسباب نقص المشاهدات على قنامات اليوتيوب في الفترة اللي احنا فيها دي تقدر تكون متعددة زي محتوى غير جذاب او عدم تحسين للكلامات الرئيسية في الفيديوهات ازاي ان انا ازود مشاهدات قناتي لزيادة المشاهدات اسأل ما تشاء وانا هنا للمساعدة بس تتكلم معي باللهجة المصرية تمام انا هستخدم اللهجة المصرية في حديثي طيب ما هي النسبة نسبة النقر للظهور المتوسطة الكويسة اللي المفروض تكون موجودة على فيديوهاتي عادة تعتبر نسبة نقل الظهور للظهور المتوسطة جيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وارب تكونوا بخير واسعادة دايما اهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب بيجي قدامك اسئلة احيانا عندك مشكلة في قناتك على اليوتيوب عندك مشكلة في صفحة الفيسبوك عندك سؤال في التعليم في الاكلات في اي شيء وعايز ان انت حدي جوبك تدخل لقناة معينة تسأله سؤال ممكن بيردش عليك اه يعني في اي مجال انت عايزه عايز تعلم لغة جروزية عايز ان انت تعلم لغة عربية عايز تعرف الاحداث اللي المصريين مهتمين بيها اللي المغرب مهتمية بيها اللي الجزائر مهتمية بيها السعودية يعني تتكلم في اي حاجة ومجانا ركز معايا لنهاية الفيديو هتبدأ تدخل على المتجر بشكل مجاني وتنزل التطبيق بعد ما تدخل على المتجر بتكتب شات جي بي تي بيظهر معاك هنا بتبدأ ان انت تضغط على انستول او تثبيت لو عندك بالعربي بعد ما تثبت معايا على الموبايل بيظهر امامك هنا كلمة فتح او اوبين سواء الموبايل باللغة العربية او باللغة الانجليزية ببدأ ان انا اضغط هنا على فتح بيطلب منك تسجيل دخول بتقدر تسجل دخول بحساب جوجل مفيش اي مشكلة اي حساب جوجل بضغط هنا على تسجيل دخول بحساب جوجل اللي هو اول اختيار او continue with جوجل بيبدأ ان هو يجيب لك هنا اي ايميل موجود على الموبايل بتختار منه ايميل معين اول انت تسجل باي ايميل تاني ببيش اي مشكلة بعد كده بيأكد عليك بيقولك ان هو هيسجل دخول بهذا الايميل بتضغط على متابعة بعد كده بيطلب منك تدخل اسمك وتاريخ ميلادك بعد كده بتضغط على السمرار او continue في الاسفل الشاشة بعد كده بتضغط هنا على السمرار continue وفتح معاك كده شات جي بي تي لو انا عايز ان انا دلوقتي اسأله اي سؤال صوتي بضغط هنا كده وببدأ ان انا ايه بيقولك طبعا بيطلب منك استمرار بقول له استمرار continue بعد كده بيجيب لك هنا خيارات يعني الصوت نفسه بتاع الشخص اللي هيكلم معاك هيكون هو الاول ده مثلا ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس انا اخترت اول واحد واضغط على استمرار او تأكيد بيطلب منك هنا طبعا سماح بتقوله طبعا only this time او السماحة هذه المرة فقط اختر اي واحد من دول وبكده هو جاهز ان انا اسأله اي سؤال هبدأ ان انا اضغط هنا كده تشغيل وهبدأ ان انا اسأله السلام عليكم يا شات جي بي تي وعليكم السلام كيف يمكنني مساعدك اليوم انا عايزك تتكلم معايا باللهجة المصرية طبعا هو في حاجة معينة عايزني اساعدك فيها عندي قناة على اليوتيوب وعندي يعني اسئلة عايز اسألك فيها تمام جاهز اسأل ما تشاء وانا هنا للمساعدة بس تتكلم معايا باللهجة المصرية تمام انا هستخدم اللهجة المصرية في حديثي اسأل اللي تحب يا صديق طيب ايه هي اسباب نقص المشاهدات على قنوات اليوتيوب في الفترة اللي احنا فيها دي تقدر تكون متعددة زي محتوى غير جذاب او عدم تحسين للكلامات الرئيسية في الفيديوهات اوقات النشر وتفاعلك مع المتابعين كمان مهمة لو في تفاصيل اكتر عن قناتك يمكن افدك اكتر انا محتوى قناتي محتوى شروحات لكيفية الربح من اليوتيوب وشروحات برامج ومونتاج وشروحات لكل ما يخص السوشيال ميديا ازاي ان انا ازود مشاهدات قناتي لزيادة المشاهدات جرب تحسين عنوان ووصف الفيديوهات باستخدام كلمات مفتاحية شائعة شارك محتوىك على وسائل التواصل الاجتماعي وكون تفاعل مع متابعينك اهم حاجة كن منتظم في نشر محتوىك وابتكر في طرق تقديمك للمعلومات هل تطبيق السيو على الفيديوهات مهم؟ بالطبع تطبيق تقنيات السيو على الفيديوهات يساعد في رؤية افضل على اليوتيوب استخدم كلمات مفتاحية مناسبة في العناوين والوصف وكن دقيقا في اختيار العنوان هذا يزيد من فرص ظهور محتواك في نتائج البحث ساعد في جذب مشاهدين جدد هل الكلمات المفتاحية التاجز مهمة ان انا اضعها مع الفيديو؟ نعم الكلمات المفتاحية تساعد في فهم محتوى الفيديو ضع كلمات مفتاحية ذات صلة في الوصف والعنوان لتعزيز فهم اليوتيوب لمحتوىك هذا يزيد من احتمال ظهور فيديوهاتك في نتائج البحث ما هي نسبة النقل للظهور؟ ما معناها؟ وما هو يعني افضل نسبة نقل للظهور؟ يعني رقم اديني رقم نسبة النقل للظهور هي مصطلح يستخدم في مجال تحليل البيانات على اليوتيوب وتشير الى نسبة التفاعل بين مشاهدة الفيديو وعدد المشتركين الجدد الهدف هو جذب مشتركين جدد من خلال محتوى الفيديو النسبة المثلة لنقل الظهور تختلف وتعتمد على نوع المحتوى والجمهور الهدف لكن في العموم كلما زادت النسبة كلما كان التفاعل الايجابي اكبر استمر في تجربة وتحسين محتوىك لتحقيق افضل نتائج طيب ما هي النسبة؟ نسبة النقل للظهور المتوسطة الكويسة اللي المفروض تكون موجودة على فيديوهاتي عادة تعتبر نسبة نقل الظهور للظهور المتوسطة جيدة اذا كانت تتراوح بين 5% الى 10 عميشة هذا يعتمد على محتوى القناة والجمهور المستهدف لكن تذكر الاهم هو تفاعل المشاهدين وجذب مشتركين الجدد لذا قد تحتاج لتحديد النسبة المناسبة بناء على تحليل اداء محتوىك هل يمكن ان شخص واحد يعمل اكثر من حساب جوجل ادسنس؟ عادة يسمح للشخص بامتلاك حساب واحد فقط في برنامج جوجل ادسنس ان استخدام عدة حسابات قد يتسبب في تعليق الحسابات او حضرها ما هي اكثر الاكلات اللي المصريين بيحبوها ويهتموا بيها؟ المأكلات المصرية متنوعة ولذيذة وتشمل الفول والطعام المصري التقليدي مثل الكشري والفتة الاكلات الشهيرة مثل الكباب والفلافل والكنافة لها شعبية كبيرة ايضا ما هو افضل برنامج للموبايل لعمل صور مصغرة لليوتيوب؟ هناك عدة تطبيقات جيدة لانشاء صورة مصغرة لفيديوهات اليوتيوب على الهاتف المحمود يمكنك استخدام تطبيقات مثل كانفا او بيكسلر او ادوبي سبارك بوست تلك التطبيقات تقدموا واجهات سهلة الاستخدام وادوات تحرير قوية لانشاء صور مصغرة جذابة لقناتك على اليوتيوب طيب اتكلم معي باللهجة المصرية وقول لي هل ممكن ان انا اغير اسم القناتي على اليوتيوب؟ هل يؤثر على قناتي فيما بعد؟ بالطبع ممكن تغيير اسم القناة على اليوتيوب بس اختار اسم يكون متناسب مع محتوى قناتك بشكل عام التغيير في اسم القناة ممكن يؤثر على التعرف عليها لكن يمكنك ترويج الاسم الجديد للمتابعين لتفادي الالتباس هكلمك باللغة العربية يا شهد جي بيتي وانت ترجم لي باللغة انجليزية التعليم مهم جدا لبناء المجتمع فلا تقدم بدون التعليم التعليم يجب ان يكون نظري وعملي لذلك لا تتقدم اي دولة بدون التعليم واكثر كلمة ذكرت في القرآن الكريم بعد لفظ الجلالة هي التعليم ولذلك اشارة الى اننا يجب ان نهتم بالتعليم وليس التعليم فقط الديني بل التعليم الحياتي والتعليم الشرعي عايزك تقول لي الكلام اللي انا قلته ده باللغة الانجليزية؟ شوفوا كمان يا جماعة كل الكلام اللي انا قلته مكتوب قوت كل كلمة انا قلتها مكتوبة اقدر ان انا اخدها من هنا كمان كنسخ مش اي مشكلة خالص اضغط كده واخدها نسخ مبيش اي مشكلة حتى بالانجليزي وبالعربي يعني شايفين؟ اي حاجة انا عايزة اقدر ان انا اسألها لشات جي بي تي اهو قطعة باللغة الانجليزية بالعربي كل اللي انا اتكلمت فيه مع شات جي بي تي وسألته كتبهولي هنا يعني الصراحة حاجة روعة ان انت حد قاعد معك يجاوبك مجانا شات جي بي تي سري بونت فايف مجانا اتكلم معك باللغة الانجليزية باللغة العربية ايه هي الاحداث الترندة حاليا اه ازاي ان انا ازود نسبة النقل للظهور اسباب نقص المشاهدات ازاي ان انا علم مشاهدات قناتي ازاي ان انا عمل كذا كيفية الربح من يوتيوب ازاي ان انا اقدم محتوى اكلات بشكل كويس اتكلم معك ان واحد قاعد بروفيشنال قاعد معك بيتكلم معك وبيجيب لك معلومات دقيقة جدا جدا اتكلم معه انا عايز اتعلم لغة انجليزية وتكلم معاه ويبدأ ان هو يقيمك يقولك انت كان من عشرة تبدأ ان انت تقول له جمل يبدأ ان هو يقولك باللهجة المصرية باللهجة السعودية باي لهجة تكلم معاه في اي شيء يعني الصراحة حاجة في غاية الروعة يعني انت مش محتاج تروح تسأل وتتعب نفسك كتير في اماكن كتير شات جي بي تي دلوقتي هيبدأ يجاوبك وقاعد معاك ومجانا حتى لو انت عندك اطفال تقدروا ان انتم تستخدموا الموضوع ده ان هو يطور من مهارتهم يبدأ الطفل يسأله وهو يجاوب يعني حاجة الصراحة في غاية الروعة للاطفال والكبار تحياتي ليكم اتمنى لكم واتفيقوا وسعادة فيديوهات كتيرة موجودة في وصف الفيديو في التعليق المثبت تفيدك للربح من اليوتيوب وشرحات برامج ومونتاج وشرحات للسوشيال ميديا في امان الله مع السلامة